بتخطف الأنظار لمجرد ظهرها ورغم اعتزالها الفن منذ سنوات طويلة إلا إن الجميع بيحبوها وبيبحثوا عن أخبارها طول الوقت ما بين محاولات طويلة لعودتها للفن وبين إصرارها على الالتزام وارتداء الحجاب سكماً حكايات كتيرة عن الفنانة الجميلة المعتزلة حنان تورك حنان تورك اللي بيتو سير الجدل ما بين الحين والآخر اسمها تصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهرها في لايف مع ابنتها على موقع تيك توك وبتتكلم عن علاقتها مع ربنا وإن إزاي لازم الشخص يحافظ على علاقته بربنا ابنت حنان تورك اللي بيتو شبهها في الجمال وخفة الدم ظهرت في حديث مفتوح مع والدتها في لايف وقالت الصلاة مهمة جداً لازم تصلوا كل الصلاوات لأن ربنا بيتبسط منكم ولازم نقول لربنا شكراً على كل حاجة من خلال الصلاة كما قالت حنان تورك إن المتابعين كتبوا تعليقات كثيرة إيجابية وإنها يجب أن تتعلم العربية حتى تفهم ما يكتبوه خائلة تتعلمي العربي كمان الفيديو القصير ده كان كافي لأنه يتصدر التريند على مؤشر البحث جوجل وانهالت العديد من التعليقات الإيجابية اللي كلها كانت بتسني على تربية حنان تورك واهتمامها بتربية أولدها الفنانة المعتزلة في محاولات كتير من مخرجين وممثلين لعودتها للتمثيل مرة تانية واللي كان آخرها تصريح المخرجة هالة خليل إنها في مرحلة التحضيرات للجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات بعد تقديمه منذ عشرين عاما وشارك في بطولته كل من هند صبري ومن شلبي وأحلى الأوقات وأضافت هالة خليل أنا عايز أعمل الجزء الثاني من أحلى الأوقات وبحاول أجيب فيه حنان تورك وكشفت هالة خليل عن حبها لتجربة أحلى الأوقات قائلة أنا فعلا خرجت من حي الحي وافتقدت صديقات الطفولة ولما معرفت شقبلهم بقيت تتخيل اللقاء